موسيقى هل تعلم ما هي الحكمة من تكرار آية فبأي آلاء ربكم تكذبان يعد الكرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى المعجزة أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي به المسلمين والبشر جميعا عند قراءتنا للكرآن الكريم نجد فيه كل أوجه الإعجاز التي ميزته عن باقي الكتب فهو كلام الله وليس كلام البشر وقد عكف الكثير من علماء المسلمين على دراسته والوقوف على كل ما ظهر الإعجاز في كل صورة وآية فيه صورة الرحمن إن صورة الرحمن هي إحدى صور الكرآن الكريم التي تتجلى فيها عظمته سبحانه وتعالى ويرى المتأمل في آياتها إعجاز الله فيها وهي صورة مدنية ترتبها الخامس والخمسين من بين صور الكرآن الكريم وعدد آياتها ثمان وسبعون آية وموضوعها الأساسي هو الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى في هذا القوم والحديث عن عجائب خلقه وصنعه ودعوة الناس للتدبر في هذا الكون وما فيه ودعوتهم لعبادة الله العظيم وهي شهادة للخلق كلهم الإنس والجن بأنهم لا يمكنهم إنكار نعم الله عليهم أو تكذيبها تتميز صورة الرحمن عن غيرها من الصور بإقاع فواصلها في بعض الآيات وتكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان واحدا وثلاثين مرة وهي تبدأ بالذكرى الرحمن الله سبحانه وتعالى وتتحدث عن عجائب خلقه كالقمر والشمس والنجوم والشجر والسماء والأرض بكل ما فيها من نعم وعن خلقه للجن والإنس والبحر والبرزخ كما وتعرض الصورة لصور مشاهد يوم القيامة والحساب وما فيها من عقاب وجزاء للكافرين والمؤمنين وتختتم الصورة بتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان تسأل الكثيرون عن سبب تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحكم من ذلك وقد كذب الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الآية وقالوا بأن هذا الكرآن من عنده بسبب هذا التكرار وإنه لا داعي له إلا أن المتأمل في الآيات يجد فيها من الإعجاز الكثير فالله سبحانه وتعالى قرر هذه الآية إكرارا بنعمه وتأكيدا عليها لتذكير الناس بها فمن عادة العرب تكرار الكلام لتأكيده وقد قررت الآيات لتأكيد نعم الله على الإنس والجن فالاستفهام في هذه الآية اسلوب للإقرار وعدم الإنكار وهذا شائع في لغة العرب وكلامهم كما أن هذه الآية تم تكرارها واحدا وثلاثين مرة وهي من مضاعفات الرقم سبعة بالاتجاهين والمتأمل في الآيات وإعدادها يجد أن هناك علاقة رياضية في أرقام هذه الآيات وتكرارها وهي علاقة عجيبة أساسها الرقم سبعة ولم يأتي ذلك من فراغ عبثة وإنما كانت هذه الآيات دليلا على أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السبع سماوات بما فيها وهو نفسه الذي أنزل هذا القرآن الكريم المحكم أترككم في رعاية الله وأمنه ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد مفيد إن شاء الله